في ناس اختارت انها تعيش عمرها كله علشان مبادئها علشان افكارها وتظل مخلصة طول الوقت للمبادئ طول الوقت لهذه الافكار طول ما هو مؤمن بهذه الفكرة انا دايما نقول وكنا كلنا نقول كده عمنا جورج اسحاء وزي ما كنت بقول مبارح حبيب الكل حبيب الكل بالمعنى الحرفي للكلمة ما فيش حد ما يحبوش الله يرحمه استاذ جورج اسحاء واحد من اخلص الناس ومن قلطف الناس وعمري ما هقول كلمة كان لانه كل اللي عمله الاستاذ جورج وكل اللي قاله وكل اللي ناضل علشانه انا اظنه هيفضل طول الوقت حي الناس والاسماء اللي زي جورج اسحاء الموت بيغيب اجسادهم فقط ويظل مناضل وحقوقي وسياسي ويظل مش بس معلم بمهنته الاصلية اللي بدأها في بداية حياته لكن كمان معلم لاجيال كبيرة ما تخرجتش من تحت ايده في المدرسة لكن اتخرجت من تحت ايده في مدرسة السياسة وفي مدرسة الاخلاص وفي مدرسة التمسك بالمبدأ وفي مدرسة التواضع المزهل التواضع اللي قد يكون بيميز الاستاذ جورج كما يميز اغلب جيله الجيل اللي مكنش بيتعامل مع الاصغر سنا ولا مع الاجيال اللي قد الابناء ولا حتى الاحفاد باعتبارهم شوية عيال زغيرة لا استاذ جورج اتعامل مع الكل على ان هم كبار واتعامل مع الكل على انه افكارهم تناقش واتعامل مع الكل مش باعتبار انه انا بسمعك علشان ادخل من ودن واخرج من الودن او اسفهم اللي انت بتقوله على الاطلاق استاذ جورج كان من اجمل الناس في منقشاتهم ومن اكثر الناس تقبلا للاراء المختلفة معاه ويعود يسمع يسمع كان النقد لازع بس كان لذاعت هذا النقد مصحوبة دائما بخف الدم مزهلة استاذ جورج اب واستاذ وصديق ومعلم ورفيق وعلامة كبيرة في تاريخنا الوطني وعلامة كبيرة في العمل السياسي المصري الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ونفضل دايما بنذكرك بكل خير ويمكن لتأثير مني انا ما كنتش موجود في الجنازة الصبح وارجو انه شهير جورج اسحاق يتقبل مني هذا الاعتذار بشكل شخصي لانه استاذ جورج عندي حاجة كبيرة جدا على المستوى الشخصي مش بس على المستوى العام الله يرحم